جديدة من برنامج قضية ونقاش مشاهدي القناة الإخبارية أهلا ومرحبا بكم إذن ردود الفعل تتوالى سياسيا ورسميا في عقاب ما نشره مانويل فالس الوزير الأول الفرنسي عبر تغريدة له على التويتر أثارت حفظة السلطات الجزائرية مانويل فالس نشر صورة تظهر رئيس بوتفريقة تعبان يعني بالعامية كما قال أحمد ويحيا وبعد أن خون أحمد ويحيا أطرافا داخلية وصفها بالطابور الخامس العميلة لأجندة باريس السؤال المطروح الآن من هو العميل وأي حزب يتخابر مع باريس حسب تصريحات أحمد ويحيا دائما هنا العدالة الجزائرية مطالبة بالتحرك مثل ما كتب أحد المعلقين اليوم في عموده من أجل ماذا من أجل كشف هؤلاء الخونة وفق تعبير أحمد ويحيا دائما زعيم لوجيتيا سيدي السعيد وبارتجاليته المعهودة في خطاباته هاجم باريس وهددها بفسخ كل العقود المبرمة معها على أكثر من سعيد قائلا يعيشوا بضراهمنا ويزيدوا يسبونا هكذا قال زعيم المركزية النقبية غياب أمين عامل أفلان عمار سعداني يصنع الحادث في الساحة السياسية الجزائرية سكوت محير خاصة وأن سعداني كان من أشد يعني الدائمين للرئيس بوتفليقة وبين قوسين من أشد المدافعين عنه في أحلك الظروف التي مرت بها الجزائر منذ تاريخ 17 أفريل 2014 الزوايا هل هي طريق الجديدة نحو النجومية أم لغسل العظام هكذا ما يتحدث عنه الجزائرين خاصة في خضم الجوالات والتحركات الماراتونية التي يقوم بها وزير طاقة الأسبق شاكيب خليل الذي يواصل خرجاته للزوايا في شرق وغرب ووسط البلاد من الجلفة إلى معسكر شاكيب خليل يقول للجزائرين أنه لا يطمح بل لا يطمع في أي منصب سياسي بالمقابل شاكيب خليل وزير طاقة الأسبق الذي شكلت عودته للجزائر الحدث الأبرز خلال الأشهر الأخيرة قال أنه يقضي قرابة 10 ساعات يومين على الفيسبوك يتفاعل على طريقته الخاصة مع انشغالات الجزائريين الجديد أيضا عراب الربيع العربي برنار أونري ليفي عاد لخراجاته الاستفزازية ضد الجزائر فبعد فرانس فانتكات التي استضافت زعيم ما يسمى بالحركة الانفصالية بمنطقة القبائل فرحات مهني برنار أونري ليفي وفي خرجة استفزازية كما قلت تحدث عن أمور تموس بوحدة واستقرار البلاد كل هذا على أراضي فرنسا وهو ما يطرح أكثر من تساعل حول مغزى التكالب الإعلامي السياسي وردود الفعل الجزائرية تبقى محتشمة في نظر الجزائرين على مواقع التواصل الاجتماعية البعض يطالب بطرد السفير برنار إيمي من الجزائر البعض الأخر يطالب بفسخ كل العقود الاقتصادية لكن لساس الجزائر الرأي آخر يتعلق ربما بالتمثيل الجالي الجزائري الكبير على الأراضي الفرنسية ونقاط أخرى خلال اليوم وليس خلال هذا الأسبوع الأساتذة المتعاقدون خسرنا معركة لكن لم نخسر الحرب كيف حدث هذا في صباحة اليوم وخلال الساعة الأولى لنهار اليوم قام عوان الأمن بفك أو فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين بعد أسابيع من الاحتجاج للمطالبة بالإدماج الحكومة كانت واضحة هذه المرة لا إدماج إلا عبر مسابقات التوظيف كل هذا وأكثر مشاهدين سنحاول إثارته في حلقة اليوم برنامج قضية ونقاش لكن بعد الفاصل ولأننا كما عهتمون فضاء للرأي والرأي الآخر نسعد باستضافة موسى تواتي رئيس الجبل الوطني الجزائري أهلا بك سيدك كريم وسترافقنا أيضا سيدنا عيمة صالحي رئيس حزب العدل والبيان أهلا بك سيدك كريم وسيكون معنا أيضا المحامي المثير للجدل سيد محسن عمارة أهلا بك معلش لا أدري من أين أبدأ في ظل تسارع الأحداث في الساحة السياسية الجزائرية أبدأ معكم سيد موسى تواتي تبعتم كغيركم ربما من جزائريين الطبقة السياسية رد فعل أحمد ويحيا مدير ديوان رئاس الجمهورية لكن بقبعة الأرندي فتح النار على سلسة باريس أرسل رسائل واضحة للإليزي مفادها أن الجزائر دولة ذات سيادة وأن ما قام به مانويل فالس غير مقبول هذا من جهة أخرى أحمد ويحيا تحدث لأول مرة ربما بجرأة تحدث عن ما اسمه عملاء الداخل كيف استقبلتم مثل هذه التصريحات لأنه لغة التخوين عادت لتصنع يوميات الجزائريين بعد بسم الله الرحمن الرحيم نظن بأنه منذ الاستقلال ونحن في خيانة تلو الأخرى وليست هذه هي الأولى وأن ما جاءت به فرنسا فهي أدرى مننا وأدرى من الشعب الجزائري ككل كذلك وأن ما خطط وما برمج لإثارة صورة الرئيس في حالته الصحية تلك فهو دليل على أن هناك أجوندا جديدة للتنظيم مواقف أو أخذ مواقف جديدة بالنسبة للإليزي لتحذير ما بعده وبالتالي ففرنسا اليوم علينا أن نفهم ماذا أرادت أن تفعل وماذا أرادت أن تلوح علما إذا قلنا بأن فرنسا منذ الثمانية وخمسين عندما صرح عندما فتحت الخزائن الفرنسية فرنسا الاستعمار لبعض الجزائريين وأن هناك قرار جبهة التحرير الوطني أن ذاك منع الجزائريين من الاقتراض من هذه والاستثمار في هذا الشأن إذن اليوم كذلك أن دوغول صرح بلسانه وعبر كافة المجاهدين أن ذاك يقولون قال بأن سوف تعرفون ما هو الاستقلال الذي سنقدمه إلى الجزائر وكانت هناك معارضة الملغم الملغم وبالتالي فنحن الآن ننتظر ما بعد هذا الجيل الجيل الجديد وبالتالي فرنسا هي تتحرك من أجل تحذير جيل جديد ما بعد ما سمي بجيل الثورة اليوم جيل الاستقلال كيف يمكن أن تكون وصية عليه وكيف يمكن أن تؤثر من يخلف هذا الجيل سيد ناعم صالح استماتي لوجهة نظر سيد موسى تويت يقول أن فرنسا ترتب أوراقها لمرحلة ما بعد انتهاء أهد الشرعية الثورية يعني حكم الجزائر باسم الشرعية الثورية هل توافقين هذا الطرح أنه باريس تعمل اليوم على إيجاد مخرجات لمرحلة ما بعد بوتفلي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين لا أختلف كثيرا مع السيد موسى تواتي لأنه أصلا هو الاستقلال كان ملغما يعني وكان فيه بعض بعض الثغارات وأمور كانت ما خدمتش الجزائر وما خدمتش الاستقلال الجزائري والآن الآن نتائجها ظاهرة للعيان بكري كانوا يتكلمون لها ويقولون بليها واش كاينة المجهدين اللي كانوا بقاو وكان مجهدين الذين هم كانوا مقصو تم إقصاؤهم أو تهديدهم بالسكوت لعدة أسباب نحن بعد عرفنا التاريخ وقريناه لقينا أن حتى الاستقلال كان ملغما وأن كان فيه كان فيه نفوذ يعني بعض النفوذ موجودة بقات في الجزائر تحرك أمورا ضد الجزائر فهذا الجيل الذي يقول عنها السيد تواتي كلام عقول جدا لكن في أيدينا أن نمنع أن يكون الجيل من صنع فرنسا ويكون هذا الجيل من صنع الجزائر يعني اليوم فقط سيد نايمة صالحي استفق الجزائريون استفق سيد مستواتي وأنت أيضا فوقنا بلي أن الاستقلال كان ملغم وأن كل ما حدث خلال السنوات الأخيرة كان مخطط له ومهندس له وفيه أيدي جزائرية تدين بالولاء لباريس لا نحن بكري فيقين وقالونا أبائنا أنا شخصيا الوالد انتاعي أسرة الثورية جرحونا بأن هناك أمور مرفوضة تمت ولم طلبنا منهم وقلنا لمعالج سكتوق لك حفاظنا على الجزائر واستقرار الجزائر وحفاظنا على دماء الجزائريين خاصة بعد الذي حدث في الـ 65 وفي الـ 63 خافوا من انزلاقات أمنية وتقسيم الشعب الجزائري إلى أقسام كما كان تريد فرنسا لكنها لم تفلح على الأقل يعني الأقل ما في الحد لكي تقسم الجزائر والشعب الجزائري ولكن بقت سمومها موجودة فيما يخص تسيير والسيطرة الاقتصاديا وجعل من الجزائر سوقا اقتصادية منهم طابور خمس الذي نتحدث عنه محمدو يحدي وأنه معلوم طابور الخاس الخامس هو الذي بقي ولأه لفرنسا وما زال يعني معروف لما كاشر ما يعرفوش يعني من ناس كل تعرفهم تعرفهم نحن دايما نسموهم ونقولوا بلي الحركة ولاد الحركة هذو هما اللي بقوا دايما حتى إن في الاتفاقية كان فيه كان فيه إصرار على على عدم المساس أو مساس هذا الطابور بشر يعني بالنسبة للحركة ولاد الحركة وفرضت علينا فرنسا نحن من قيسوهم بشر وعطوهم الخيار فيما أنهم يبقوا في الجزائر ولا يروحوا إلى فرنسا لكن المعلوم أنه غانبيتهم فضلوا ذهب إلى فرنسا ولكن الآن لما يقول لك تعود يعودون يعني مكرمين ومبجالين فهذا خطير جدا نعم سيمو حسن أمار من هم الطابور الخامس الذي نتحدث عنهم أحمد ويحيا قال لك أنه فيه عملاء بالداخل هنا بالجزائر يدعمون وطروحات فرنسا ينفذون أجندتها ويستهدفون وسمعة الرئيس ومؤسسات الجمهورية وغيرها وكان يقصد يعني طبقة سياسية شكرا سي حفصي أنا والله الكلام اللي قاله سيبوسة تواتي والله ما فهمتها والله السيدة الرئيس للحزب هي سياسية كما هو بلك هي عندهم أنكود فهموا لأخر بصحان الشرابية اللي قالها هادية ما فهمت شفاها كلمة دايرجينو طيلا هنا لو كانت تحرفها تلقى الكلام فيه ويله نحن رأينا نهضره بيصدد إهانة الجزائر على مستوى دولي والسيد ويحيا سياسي وتكلم في هذا الإطار تكلم في هذا الإطار وقال الطابور الخامس وإننا نقدر نقول لك الطابور الخامس هما الناس اللي يستعملوا هاد اللانغاج اللي يستعملوا هاد المفردات وهاد الأخرى أنه فرنسا من نحن رأينا نهضره جاء لنا الجزائر استقبلوه استقبال البهر استقبلوا الرئيس الرئيس كان مريض ويابري كان مريض الرئيس ولي طمب مملك كان تح دون الكومة ولي البروblem ما كانش ما كانش البروblem أنه هذا الوزير الفرنسي اتخذ إجراء خارج عن البروتوكول هذا هو اللي أثرت ويحيي قال لك عمل داني بيانسور عمل داني بيانسور يحيق ويحيق 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 سياسي ويعرفه وسلو يهدر مشيهة الشرابية اللي راميها ضربها هذي المجموعات عادية فرنسا وما فرنسا فرنسا هذا إليكم ينرر بروتوكول نورمالما يرغللوا الحسابات دون مانير بروتوكول فاشي في الرد الجزائري على الإنساء الفرنسي خلينا نكمل لك هذة الفكرة وبعد نشيكون هما طابول الخامس الطابول الخامس أني قتلك هذو اللي استعملوا هذو المفردات طابول الخامس طبقة سياسية من يمثلون طابول الخامس الطابول الخامس الذين قاعدوا يغنوا الفرنسا قاعدوا يطبلوا الفرنسا حتى الأحزاب ما عندهم سيلة به الطابول الخامس المفروض يدافعوا على الجزائر كوت كوت ما كاش فيها نقاش لما السيادة الجزائرية تمس ما كاش فيها نقاش ما يجيش واحد يخرج لي جريدة يجي تخرج لي تباهيلي في فرنسا ولا حزب سياسي يجي يقول لك أنا مكانش هنا الخطوط الحمرة صح هنا الخطوط الحمرة يفعلها دي باسي إن فواكو ليجون دي باسي هذه الخطوط يدخلوا في الطابور الخامس سيموسي تويت كيف ترى رد السلطات الجزائرية على ما نشر بيومية الموند الفرنسية حول الرئيس بوتفليقة ما نشر حول عبد السلام بشوار بوزير الصناعة وأيضا ما نشره مانويل فورس على تويتر أظن اليوم أنا الزميل محسن هذا اللي راهي هدر يقول ما تفهمش أحسن من اللي تفهم لأنك بعيد كل البعد أقعد في بلاستك أقعد في بلاستك أقعد في بلاستك أقعد في بلاستك وما تجاوبش على حاجة اللي ما تفهمها عارب شك تهدر سقم روحك وريح في بلاستك فانت إذن نحن اليوم إذا تحدثنا على مشكلة فرنسا كان لزاما علينا أن نحدد مفهومة ديبلوماسية في الجزائر وأن لا نخضع لفرنسا في كل كبيرة وسغيرة وأن لا نستشير فرنسا في شؤوننا الداخلية والاقتصادية إلى غير ذلك فهذا هو المشكلة الحقيقة من رمى بالجزائر في أحضان فرنسا هل الشعب أو أن الحاكم هو الذي رمى الجزائر في أحضان فرنسا علاقات جزائرية فرنسا علاقات متشعبة سيموسة علاقات تاريخية التاريخ أسود أكثر من ربعين ملايين جزائر في الأرض الفرنسية التاريخ أسود لو اخترنا الكلام مع الجزائريين في أوروبا في فرنسا لقالوا نفضل الجزائر علينا أن نعمل في وطننا من دفع بهؤلاء للذهاب إلى فرنسا هو لا عدالة هو لا استقرار هو لا أمن هو لا اعتناء بالمواطن الجزائري في قوته ما عليك سيموسة تويت هذا كمرشح سابق للرئاسيات كنت في يوم ما راح تكون مكانا رئيس بوتفليقة وخذت غيمار رئاسيات هل ترضى رمز من رموز الجزائر مؤسسة الرئاسة يعني يسألها مثل هذه الطريقة أم أنه يستطمر في الواقع رئيس بوتفليقة أنا أرفض التعامل وطبق المادة 102 من الدستور الجديد وغيرها من أرفض التعامل ضمنيا مع فرنسا للإهانة لكل جزائري لكل جزائري مهما كان أبسط مواطن جزائري أو أبسط مسؤول الذي يصل إلى أورلي إلى المطار الفرنسي ثم يجرد من أثاثه لتفتيشه فهو الإهانة بحد ذاتها إذن علينا أن نفهم ماذا نريد من فرنسا أو لماذا نخضع للسلطة الفرنسية لماذا نتعامل مع فرنسا فقط لماذا لا نستبدل فرنسا بأي دولة تستطيع أن تعطي لنا قدرة علمية صناعية اقتصادية لماذا نتعامل لماذا نجعل من فرنسا هي الوصية حتى في أموالنا وفي ميزانيتنا وفي تجارتنا الخارجية من هم طبول الخامس الذي نتحدث عنهم ويحيا طبول الخامس هم من بقوا ومن رافقوا الجزائر بعد الاستقلال في تسير شؤون الإدارية من أبناء حركة من أبناء من حركة من متعاملين ومخبرين للقوات الفرنسية أبناء قياد اللي كانوا يديرون شؤون ما زالهم الآن بطبيعة الحال الحنين ويبقى إذن هذا الطبور الخامس ما هو شيء الطبور الخامس قال فلان الطبور الخامس من كان يتعامل مع فرنسا غادة الاستعمار إذن من هنا نبدأ لماذا بقوا هؤلاء في سدة الدولة الجزائرية أي في مؤسساتها الإدارية إذن هذا هو المشكلة اللي علينا أن نبدأ فيها نعم سيدة ناعمة صالح كيف تقرأين ردود فعل الجزائرية إذا خرجت سلسة باريس وإعلامها شفنا زعيم لوجيتيار شفنا زعيم الأفسيو علي حداد شفنا أحمد ويحيا سكوت عمار سعداني كيف تقرأين أنت خرجت أحمد ويحي بداية أنا نقول لك باللي يصدق القول في هذا الفارس وزير الأول في فرنسا إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد فهذا الرجل متمرد ولئيم لئيم أنه أن رئيس جمهورية مثل الجزائر هي أكبر منه ومن أمثاله مهما كان أن يتعمد في إهانة الجزائر من خلال رئيسها نحن نعلم أن رئيسنا مريد وتعبان لكن ليس من حقه بعد أن يكرمه رئيس الجمهورية ويستقبله رئيس بودفلقاء كان قادر ما يستقبله نعم هو أصل مش من مقامه لأنه هذاك رئيس جمهورية وهذاك مجرد وزير أول المفروض أنه يحمد الله أو ربه هو الذي يعبده أنه استقبله بودفلقاء بحالته تلك فهو فخرا له وقيمة كبيرة له سياسة حزب العدل والبيان واضحة نحن لما يولي الإشكال بينتنا نختلف معلش لكن لما يولي تعلق بالخارج فنحن نتحد فمهما كنا اختلفنا مع الرئيس ولا نختلف في سياسة أو في شيء من هذا لكن لما تولي الإهانة تقيس رئيس الجمهورية وتقيس الشعب الجزائري والدولة الجزائرية من خلال رئيسها فنحن لهم نتصدى لهم بالقول والفعل ونطالب بقطع مش فقط العلاقات الاقتصادية وتعامل اقتصادي بل حتى العلاقات الدبلوماسية ونحن في غنان عنهم لأنهم هم الذين في حاجة إلينا هم الذين في حاجة إلينا نحن لسنا في حاجة إليهم إطلاقا اليوم ما شاء الله نرى نشوفه باللي يعني الاقتصاد البديل في الجزائر بدأ ينهض بدأ يبان اللي هو الاقتصاد الأخضر يعني إحنا الآن لما تمشي أسواقنا نقول ونصدروا لروسيا ونصدروا لدول أخرى ونصدروا لإفريقيا وهذه الأسواق الإفريقية التي سيطرت عليها في روسيا نأخذها نحن في قمة التوتر العلاقات الجزائرية الفرنسية قبيل زيارة مانويل فالس ومقاطعة بعض الصحفين الفرنسيين لهذه الزيارة جاءت الزيارة يعني أكثر من 30 اتفاقية وقعات مع باريس هذا هو الذي قلنا أن المشكلة أن الشعب لا يستشار من خلال ممثله ولو نحن دائما نقول أن الممثلين ما هم ممثلين حقيقيين ولكن لما دقنا نشوفه لما قيلت رئيسة البرازيل من طرف المعارضين في البرلمان هذا يدل على ديمقراطية وعلى مشاورة مع الشعب واحترام الشعب ولكن هذه الاتفاقية لو كنت صاحبة الحكم وصاحبة القرار وكان حزبي كذلك والشعب أيضا نلغي كل شيء وهذا مبرر أنك تهين رئيس الجمهورية اللي يسمح لك واللي يتفق معاك ما عليش فعال يعني والله يعني كثير يعني كثير يعني أنا مدلك المال باش تسبني مدلك المال باش تهيني مدلك بلادي تستمر فيها باش تهيني هذا مش معقول يعني الوحلي تحرك شوه؟ أحمد ويحي يقول أنه فيه أطراف داخلية هنا بالجزائر تساعد لوبيات في باريس معروفة بعداءها الجزائر لم تعد تتحمل هذه اللوبيات مواقف الجزائر توجاه ربما إدراج حزب الله كتنظيم إرهابي الجزائر عارضت معارضة تدخل عسكري في ليبيا موقف الجزائر من صحراء الغربية والصدام بين الجزائر وباريس لأنه باريس يعني خرجتها يعني اللعيب بخصوص دعم نظام المخزن وقضايا إقليمية أخرى يعني الجزائر اليوم تدفع ثمن مواقفها الإقليمية والجزائر أيضا تدفع ثمن مثل ما قال أحمد ويحي أنها تراجعت عن عقد بعض الاتفاقيات مع باريس شوف الجزائر ما تدفع حتى ثمن الجزائر قوية بقوتها والجزائر شوف لو كان هذا الناس اللي رمي يهضروا لو كان هذا الاستعمال الفرنسي ولا هذي فرنسا قدرت لنا قدرت لنا في 50 قات ولا قدرت لنا في العشرية السوداء حنا في العشرية السوداء كنا محط مين على 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 الصحيف ما قدروا لناش رايحين درك يخوفونا بهذا هذي قاع هذرة وهذه هي الهذرة الهذرة جيش تموت تحت طابور الخامس اللي هذر عليه سي وحمد ويحياء لأنه سي وحمد ويحياء يعرفوش رو يقول بسك هذك سي لكن مسؤول مسؤول حجم مدير ديوان رئاسة الجمهورية يعني هو تحدث بقبة الأرندي يقولك فيه طابور خامس وفيه رجال أعمال يوالون الولاء لباريس ويعتمرون بأوامر أريسي وماذا تتحرك العدالة أبدأ بالصحافة أبدأ بالصحافة اللي روجت أكثر من الموند أكثر من البتي جورنال أبدأ بالصحافة الجزائرية الداخل هنا كيف هي قصة صحافة هذه أبدأ وابدأ بهذه رؤساء الأحزاب اللي يتجروا ويهضروا هكذا ويسيبوا الرئيس إلى آخرين لو كان جاءت السلطة الجزائرية تتبق القانون صح هادو هادو اللي يهضروا كما هكذا ديريكتمون كان مادة هنا في القانون العقوبات ويحيق لك أربعة جرائت إيه أربعة جرائت كانوا يتبقوا عليهم القانون يتبقوا عليهم المادة اللي كان هنا في قانون العقوبات وتشوف وش يصرى لهم وتزيد المتابعة تلقائيا من طرف النيابة مش حتى طرف مش حتى رئيس الجمهورية اللي يرفع القضية لأن الإهانة رأي مبينة هادو الناس يهضروا يهضروا هكذا كلام كلام فارغ كلام فارغ ويهضر كما كما سوفياد جلالي وكما المجموعة هذي اللي رأي يتطبل في هذه الحكاية هادو تطبل أكثر من فرنسا هادو مهومة لأنه هو كجي تحوش على المشكل ما كاش إهانة وش من إهانة مش كون يقدر يتهين الجزائر ولا يهين الرئيس يعني هذيك تصويرها هذيك اللي في لوموند يعني إهانة الرئيس هذا دجا هذا دجا إعلان شهورية منصب الرئيس تحاد الحدث هذا هو اللي ولا إهانة سي الإكسبوات سينو الحدث في ذاته ما كان حتى إهانة وشنو إهانة تدير انت تصويرها في لوموند ولا في البتي جورنال الرئيس الرئيس مريض يبري على بلنا بللي مريض والرئيس الشعب الجزائري عليه قال لم يجيبوه لو كانت جيبوه هكذا يوقف برك نفوطيو عليه وش دخل هذا النسطة هذر في فهم هذر في هذه الإجراءات قلنا اليوم إحنا مناش في هذا الموضوع لأن هذا قرار هو قرار دولة وليس قرار حوار مائدة مستديرة لأن هذا قرار هو قرار الشعب والدولة والدولة هو الشعب الجزائري الذي يحس بأنه أهين أهين ليس ليس ما يقال أن أن ما أشيع عن طريق الصورة أو عن طريق ولكن عن طريق الإهانة التي تأتي من الخارج لأن الصورة هي في حد ذاتها هي إهانة قبل كل شيء وأن لوموند عندما لم تعطى له تأشيرة الدخول إلى الجزائر هي كانت إهانة بحد ذاتها هو لأنه تحدث عن صحة وعن مواقف وأخذت جريدة لوموند أخذت موقف علما أنها تتقاضى مساعدات مالية من الجزائر نعم إذن هذا هو المشكل الحقيقي الذي أفض الكأس والذي رد به رئيس الوزراء الفرنسي أو الوزير الأول الفرنسي على بنشر هذه في موقعه للصورة الرئيس إذن هنا حسابات تدخل في إجراء آخر وفي منطق آخر فاليوم ما هو يمس الجزائر هو ما يمس شخص الرئيس هو يمس سيادة الشعب الجزائري وليس المعارضة وإنما هو الإهانة التي أصبح وكأن الشعب الجزائري قاصر غير قادر على تحمل مسؤوليته وغير قادر على أنتم كمعارضة عادي أحمد ويحيا يتهم فاصيل ما في المعارضة بالعمل للخارج لا هذا كان من المفروض أن يكون قبل اليوم وليس اليوم تعترف أنت سي موسي كين في المعارضة من ينفذون أجندة باريس داخل المعارضة هذا هو النظام في حد ذاته لا لا معارضة أولا قبل المعارضة المعارضة هي موجودة هي موجودة ونحن كنا صرحنا بأن بأن فرنسا اختارت اختارت تبحث عن واحد من ربعة لكي يكون خليفة خليفة عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات كنا قلناها هذا السفير الفرنسي في حد ذاته هو الذي الذي بدأ في فتح هذا الحوار من يكون خليفة لعبد العزيز بوتفليقة وأعطى ربع أسماء من هو الأجدر ليكون ومن هو الذي سيجد القابلية أو عدم النقد من قبل الشعب إذن هذه كانت تحذير قبل اليوم منذ أكثر من ثلث سنوات موشي من اليوم إذن المشكل اللي رننا نتحدث فيه هو مشكل آخر اليوم الجزائر مست في ما عليش الجزائر مست في يعني في كرمتها في كرمتها هل تعيدون مثل ما قالت سيدنا أي مصالح قطع العلاقات نهائيا لا هذا شيء طبيعي كيف شيء طبيعي نتعامل مع فرنسا وكأننا نتعامل مع أي دولة كانت لا نتعامل مع فرنسا ندية تقصد ندية مع أي دولة أخرى لا نجعل من فرنسا هي البوابة للانفتاع على أوروبا والانفتاع على الاقتصاد العالمي نحن كيف يمكن لنا أن ندع أموالنا تحت عمولتنا وتجارتنا تمر عليه سيدنا عيما صالحي نذهب إلى موضوع آخر استفزازات الفرنسية تتواصل قناة فرنس فانتكات تتابعة الكيدورسي أي وزارة الخارجية الفرنسية استضافت المدعو فرحة مهني قدمته على أساس رئيس حكومة الحكومة المؤقتة لمنطقة القبع المبين قوسين بعدها بأيام برنار هو هو الآخر يدخل على الخط يساند اطروح الانفصال لفرحات مهني برأيك ماذا يخطط أو ماذا يهندس هذا يهندس منذ زمن يعني مش جديد عارين احنا لما قرنا بروتوكولات الصهيون عارفين وين رايحة هذه الأمور وين حابين يوصلوا بالجزائر لكن اسمح نفتح قوس فيما يخص استقبال الفارس هذا الرجل الذي استقباله هو الوزير أن هذه المرة كان سيد سلال يتكلم معه يعني كان فيه تعامل نوع ما بارد بارد وما كان يشوف معه بزيف إذا كان لحظته وحتى كينزلوا ويمشوا كامل ما كانش يدور ليه باش يحكي معه بالعكس كان العكس من طرف الآخر هو اللي كنت نقرأ في هذه الحركات وهذا النوع من التعامل ما كان يدل على أن السيد سلال كان غير راضي على ما حصل يعني من قبل من طرف الإعلام الفيرنسي كان قادر هو جامعة الرئاسة ما يستقبلوش ما يستقبلوش والس من قبل الرئيس بوتفليقة ما يستقبلوش نعم والأخ إذن أنا نشوف باللي كان فيه يعني فيه شيء متوتر يعني كان فيه توطر في العلاقة واحتمال كبير أن يكون هذا التوتر أو استقبال ما كانش بالحرارة اللي كانوا يتوقعوها وأكيد أنا كنت نتوقع أنهم يلغيو حكايتها ما من الزيارة لأنه الشيء اللي جاء في الإعلام كان كان مفروض من حق الجزائر أنها تمنا ما ليش نذهب إلى فرنس طيب اسمح لي برك فالنسبة للإعلام منش من حق الإعلام أنه إيهين أي جزائري سواء كان الرئيس أو غيره وإحنا شفنا أن في الجزائر فيه تمادي كبير فيما يخص الإعلام يعني ما فيش انضباط إطلاقا كارثة سواء فيما يخص رئيس الجمهورية أو يخص شعب ولا رئيس حكومة أو أين كان يعني كين وحد الحرية تامة كين فوضى ومفيش فوضى وفيه إلا أخلاقية في هذه المهنة لأن نطلب من الوزير وزير الإعلام أنه يضبط الأمور يعني بقاش ما بقولينا مهزلة والله يقولينا مهزلة فيما يخص هذا الأمر هذا اللي كنت تكلمت لي الآن على منذ قليل لا رأيي في ردود ويحيا أنا فعلا يعني عجبت بهذه الردود يعني تمنيت حتى سيدي سعيد لما رد بذلك أتمنى أن تكون ردود جادة وأن تكون شعب يبحث عن أفعال مدنية نعم نحن نريد الأفعال الردود سمعنا الردود عجبتنا لكن الآن نريد تنفيذ نريد تنفيذا حتى تتلج قلوب قلوب شعب الجزائي سي محسن عمارة تابعت ربما خرجت فرحات مهنية على قناة فرنس 24 تابع الكيدورسي خرجت بيرنار أوري ليفي تعليقكم شوف هاد المانوفر هادو معروفين عند فرنسا نعم وبالتالي هادو المفروض المفروض حنا ما نهضروا شعب بسوك تزيد تهضر عليهم تزيد تعطيلهم قيمة وزيد تزيد لهم شعب هذا هذا وش كسكي ريبرزنان هذا مهنة هذا كسكي ريبرزنان ما ريبرزنان حتى حتى العيلة أو في بلد القبيل هذا مهنة اللي رمي يهضر عليه ألو وبالتالي أنا نشوف أن النقاش اللي تجور يوريونطيه كين واحد بالمجموعة تعال الصحافة اللي يديوا تجور نشفي في اتجاه معين للنقاش النقاش صحيح ويح يتحدث على رجال أعمال يحاولون سيطرة على منابر إعلامية شوف اللي وش قال شوف اللي كننا هضروا على وش قال سي حمد ويحيا هذيك حاجة وحدو خلا ما عديش الأمور مرتبطة مرتبطة الرد التاع شوف الجزائي الرسمية لأن لأن شوف حتى في النقاش هذا اللي رام ديرين واللي مفتعل أنطر أو يحيا وسعداني هذا رو نقاش غير صحيح حتى سعداني سعداني رو معلبلوش سعداني رام يعطيولو يعطيولو معلومات معلبلوش بها ما عاشهمش وبالتالي هو رو يهضر عليهم وبالتالي الخطأ اللي دارو اللي دارو في الخرجة هذي اللي خرج قال أن أو يحيا هكذا وهكذا الرد رسمي معلش نذهب إلى فاصل ونكمل الحوار مشاهدين فاصل قصير ولا نعود مشاهدين إنما كنتم أهلا ومرحبا بكم معنا إلى الجزء الثاني من برنامج قضية ونقاش كما تبعتم حاولنا أن نصلط الضوء في الجزء الأول على الخلاف الجزائري الفرنسي ردود فعل جزائرية رسمية وحزبية مدينة لتصرفات مانويل فالس مدينة أيضا للإعلام الفرنسي وخرجاته الأخيرة الملف الثاني المطروح للنقاش في هذه الليلة يتعلق بالخرجات المتتالية من وزير الطاقة الأسبق شاكيب خليل الذي يقوم إن صح التعبير بالحج لبعض الزوايا ليس كذلك سيد نايمة صار لا يا سيد شاكيب خليل رجليني هو مواطن جزائري من حقه يروح حيته مشاء يعني أنا ما فهمش هلاش ما تفصلوش الأمور في المكان المناسب لكن هذا الرجل مدين أدوه للعدلة والمقاومة منها نتكلموا على الناس هكذا ما بالنسبة للزوايا مثلا أنا شخصيا نروح للزوايا مش لأني قاس دون برمجة باش نروح للزوايا ولكن دعوات لا 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 لما تروح منطقة الناس مثلا كنت في أدرار أدرار ولا تقرد أنا صور سيد نايمة صالح نشوفوا الصور إن أمكن مصطفى وعمار نشاهد صور نايمة صالح بأحدى الزوايا بالجنوب الجزائري بالجنوب رحت الأدرار رحت التقرد رحت نعم صحيح ولبس الملحفة وكل مرة يجيبوا لي لباس وأنا فرحانة بيهم وكنت رح نجيكم به اليوم لا فعلا ولا كنت رح نجيكم به لكن أنا نشوف باللي هذا أمر عادي واحترام لتقاليد الجزائر واحترام للناس ليستقبلوك واستضافوك يقولوا هما يشون الزاوية يشوفها ما شاء الله بالنسبة لي وتلقى أعيان المنطقة يستنوا فيك وانت موضى نعم صاحب لا لا أنا يديروا لي البرنامج الأمين الولائي يدلي البرنامج ويخطط للبرنامج لنحترمه ونروح لي ثم وما دانيش الكنيسة وداني للزاوية والزاوية حفظوا فيها القرآن والزاوية فيها علماء كما سوى زاوية سيدي الكبير ولا زاوية أخرى الدوني الخزانة فيها مخطوطات رائعة ولقيت فيها وحد السيدة رائعة قاعد يخطط فيها عاود تخطيط بيده وحد الترتيب فيها ما شاء الله أنا كيما نشوفش ما ناتق كما هذه في بلادي وانا رئيس تحزب عيب عليا عيب عليا وقدوا نتلقى مع سائح يقول لي أنا شفت كده وكده وانا ما شفتهاش والله لا عيد سيمو ساتواتي خرجت وزير الطاقة الأسبق شيكي بخالي وذهب إلى الزاوية حددنا مفهومنا وقلنا بأنه يسعى إلى الزاوية وكأنه يذهب إلى الكنائس للتقرب من الله سقوك الغفران سقوك الغفران وهذا مشكل إذا كان يحوز باش يكون عنده براء يروح للعدالة اللي هو هذا هو المشكل إذا عنده مشكل مفشي مش الزاوية هي اللي فصلته من حقبة الميزارية بالمناسبة أنا عندي فكرة أنا تلاقيت مع أحد المسؤولين في الدولة اللي تابعوا الطاضية تقرب سيد شكيب خليل وأصار لي بكلام قال لي أنا ما قدرش نقوله ولكن الحقيقة قال لي صدقيني درنا ميلف درنا تحقيق سنة سنة مستمر قال لي ما حكمناش درنا على شكيب خليل هكذا قال يا أستاذ أنا في الميلف في السنة أنا محامي اللي بديت في الميلف وقلت لهم هذا الكلام اللي رمي يقولوا فيه أنا رأي أني نتعجب لما يكون رئيس حزب سياسي يهضر يتكلم على على مواطن باري ويتهموه ويقول لك العدالة والعدالة العدالة هادي وين شفتوها هاد العدالة العدالة كاشمانهار عيطت الشكيب خليل العدالة هادي العدالة كانت مبرمجة كانت مسيرة عن طريق زقماطي راح سي تليفونه ولو راح دار دار موندا داري الوزير دولة هذا هو كيفاش كيفاش ما كاش تحقيق وين شفت التحقيق ما كاش تحقيق أنا في الميلف ما كاش تحقيق إنه جامل إكزيستي التحقيق شاكيب خليل جامل إكزيستي في التحقيق اسموه ما تذكرش لا عند الدياراس لا في القاضي التحقيق وينو ما كاش هذا هذا ألاف الميلف كيفاش انتوما ما عندكم ما شفتوش الميلف تهضر وقداش شاكيب خليل باري وفوتوه لو كان جاي شاكيب خليل هادها كما هاد المجموعة لاتحالف مو كادر أرفع بكم عشرين قضية في العدالة وراكم وراكم ولاه ما تخرجون من دار العدالة على على الهضرة الفارغة هذه ميسي بابو سيب السيد سيب يرح لزاوية وش دخلك فيه انت يروح للزاوية ولا يروح لزاوية وش دخلك فيه انت كحزب سياسي حاب تدير سياسة دير سياسة في الإطار تاك ما تروحش تبعلي مواطن نار كاملوهما هذه الوزا حنون شاكيب خليل لابد أن يحاكم والأخر لابد أن يحاكم هذا الحكاية هذه هذا المواطن الجزائري هذا لو كان يجي يروح يقدم شكوة أمام القضاء الجزائري قال هذا المجموعة اللي راي تهبر وتقول هكذا أروح سيموسة تواتي جيب لي انتهى جيب لي الوحو أسس 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 علي ورفع لي دعوة أسس علي وسجل علي دعوة أنا لو كان يأسس لو كان يتبقوا عليكم القانون انت شخصيا ولا أصوفيان جيلالي والله غيرت تدخلوا الحبس عايا نقولكم لو كان يتبعوكم حلق بمكم هذا تسبوا في الناس هذا جينا أهضر شاكيب خليل علي شاكيب خليل علي شاكيب خليل علي شاكيب خليل انت مات اللي هنا أمام الشعب الجزائري تدافع عليه شوف شوف أنا أنا تنقلت شخصيا دافع عليه أنا دافع على أي مواطن أنا محامي دافع على أي مواطن مواطن بسيط علي شاكيب خليل تأسس في المحكمة أنا أدافع ولكن أنا نقلت كلام الحجة على الرابي أنا السيد اللي يقول أنا كان ميلف أنا مكلف بهذا الميلف وراء عام وحنا نحوسوا ما لقيناش دليل على هذا الرجل بالذات هو تكلم على هذا أنا نقلت الكلام اللي قيل لي فقط أنا لست هنا لأدافع على أحد تم وحامي تقدر تدافع من دو ميل ديس وإحنا أنا هضروه من دو ميل ديس وإن أنا هضروه في الميلف هدايا من الفين وعشرة من اللي بدأ الميلف في التحقيق جامي هل المحاكمة الإيطالية هل المحاكمة الإيطالية واش دخلك أنت في الإيطالية واش دخلك ما تعش مابالإيطالية وين قريث أنت يا الإيطالية حضرت المحاكمة أنت على الإيطالية محاكمة الإيطالية ما قلتش الإيطالية حضرت حضرت واش دخل هذه كلام اللي لك تهدرك واش دخل المحكمة الإيطالية مذكرة هذه. جيبها. جيبها ونترجموها اللي هنا. شو ترجم. جيب هذه المذكرة. يجيبها هذه المذكرة اللي تقولوا كين مذكرة جيبها. والراهي. كي تهدروا. كي تهدروا. كي تهدروا. في حوار له القناة النهار. قال لست متابعة في اي بني. اكاش يا ولدي. سباب ريف. لو ما يخص البراء من الجزائر سيء جدا. وهناك الرشاوي موجود. وهذا اسمع. هذا هو المشكلة على الجزائر. اننا عنا قوانين. كن تهدر. كما المشكلة. الشركة الاسترالية اللي راح تتم نجل تعدها في تمرس. اساتي ذا المتعاقدين. كين قانون. هناك قضايا. كين عقد. يروف الخالف وهذاك العقد. يقول لك اروح خرق القانون. تعال وظيفة العموم. يدخل لي. وزير العدل. لا. لا. اعلق على احكام قضائية. شكي بخالي يدخل الجزائر. وانت قد حتى تدخل السياسيين سواء الموالات او المعارضة. في اداء او عمل العدالة. اعطت حرية مطلقة للناس. يعني خلاتهم يعضوا. هذا من عظمة القضاء الجزائري. ولا عادي يدير قانات يسب الناس. يروف. يروف على هذه الناس. لان لو كان تبقوا القانون. لو كان المادة. هاي كان مادة هنا في القانون. يقول لك اللي هنا رئيس الجمهورية. يعاقب هكذا. ويقول لك المتابعة تلقائيين من من. وعلى النيابة العامة ما تحركش. على ما تحركش. تتهم انت تسبر ايش تجي. هذا نسمع انا. انا نسمع السوفيان جلالي في 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 وسمع انشان انشان ايطرانجير. لو كان لو كان جيت انا والله العشية هذي غري عشي بالحبس. ما كانش فيها نقاش. كش فيها هذا قانون. شي قال قانون. انه لما من تبقوش القانون راح نحيه. بس حكاية المادة اللي يقول لك اللي هين رئيس الجمهورية بالقول او بالفعل او بالصورة او بمنه يعاقب كذا. تبقى القانون. ما ما يكون القانون المشي. مليح تبقوا. هذا هو. هذا هو. جميل. سي مستواتي. هذا هو. بالأمس. رجاء عن سي محسن عمارة. بالأمس الجزائر احتفلت او احيت سميها كما تشاء. آآ ذكرة ثانية لانتخاب الرئيس بودفليقة. سبعتاش عفريل الفين وربعتاش. سبعتاش عفريل الفين وستاش. كيف تقيم هذه المسيرة يعني. طبعنا انا ما شفتش احتفال او احياء هذه الذكرى. فهي مرة عادية ولم يكن هناك شيء لاننا عندما نحتفل نحتفل بالانجازات الاقتصادية الاجتماعية. يعني ما حدث من منذ عفريل الفين وربعتاش الى عفريل الفين وسبعتاش لم يحدث في طيلة اهدات رئيس بودفليقة. نحن نتحدد. تغييرات كبيرة يعني غير مسبوقة في الاجتماعية. نتحدد. 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 الفريق المتقعد محمد مدين على تقعد. تأيين ترطاق. هذه اشياء عادية. هذه اشياء عادية. هذه أشياء عادية. الخلد لله. في وقت اللي كنتوا تصفونها بسيراء في اعلى هرم السلطة. الخلد لله حتى واحد ما هو مالك المنصب وبالتالي هذلك إجراءات قانونية عادية فليكن ذلك ولكن نحن نتحدث على رخاء الشعب على ترقية الإنسان جزائري في اقتصاده وفي جوانب الاجتماعي ورّي لي أعطني حاجة ورّي لي حاجة الآن أنت ما تجاوبنيش أنت ركّي مانا ما تجاوبنيش ما تجاوبنيش تعطي لك كل مهدر لا أعطينا معطيات من جنوان إذن كيف تشوف الإنطرابات كيف تشوف الإنطرابات كيف تشوف الإنطرابات هم لك المعلمين لا يشوف معلمين متقاعدين كل البطارة القدرة الشرائية على ترقية الإنسان الجزائري الشيائع سياسيا لا لا قالوا كيمن دارك تحضر خارج القانون ما ليش نروحوا واحدة بواحدة يعني تحدثت على حصيلة سودوية فيه الترابات غليان لكن معطيات معطيات إنهيار أسعار نفط الشارع الجزائري لم ينزل لم ينزل لم يتذخر لأيام الشدة هل تم دوستون ميليار دولار دلالكم في القانونة هذي كان لأيام خليتكم تحضر هكذا سينو انتارك لبس قشابية وقعد لك في في قشابية ولا ماذلة قشابية ولا ماذلة احنا موال فين بيها نحن موال فين بيها نحن موال فين بيها نحن نجزتون الحزبتعك وش نجزتون هاي قولي وش نجزتون نجز وش نجز الحزبتع نجز أنه عطل بعض المشاكل اللي كانوا حابين يوصلوا عليه وش راهم المشاكل هذو ما اللي عطلها وش عطلتوا هاي قولي ما ليش يوقف هاي وش دارس هاي قطاع هذي 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 يستجوبني ولا واش ناد تلجي نحكم بلاستك هو قعدك كي يعطيك كيساء لك جاوبه وخلاص ما تخلش ايه حكم بلاستك كي يطرح لك سؤال تنقشنيش تا انت ما تنقشنيش انت محمي تاو انت موكل عليه انت موكل عليه انا مواطن ايه انا مواطن وانتارك كمحامي اراك تسب في هيئة نظامية انتارك انتسب انت حزب ادخلت في هاد القانون وانتارك وانت كل ما كاش عدالة وما كاش نظام وما كاش شكون شكون ؟ انا واش دخني انا واش دخني بس воانت انت تدخل لا لا انا لن راني نهدر معاك انا راني نهدر معاك راني نهدر معاك عندي رأي بخال في الرأي التاعك مع الى ل cynح później ما تهدرش معايا اه معلش سام turb نهدر معاك يا سامو سيدنا عيما سالح رجعني 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 تهدر برك تهدر 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 على الناس الكلام بتاعك دي جامة وش مفهوم تهدر لغز ان الثورة لما تقضبت وضع كلام كلمات هكذا برك ما عنده حتى معناها مين جيت انت اه مين جيت انا مواطن جزائري بس اقول لي المشكلة بتاعك وشن هي بس احكذا هكذا الجمهور ما يستفيد سيدنا عيما سالح شوفوا يجمع انا سنتين من العهدى الرابعة رأيس بوتفليق انتي كيف تقيميها احنا تعرفونا بالوسطيين ونقول كلمة الحق قضية الانجاز موجود مش موجود فيه انجازات قبيل برك وتنشوف في التصريحات انت سيد الوزير السكن يقول بالليق بالرمضان رايحين نوزعوا سكانات ونسكنوا الناس عد الواحد هذا لما كانش فيه انجاز ما يقدرش يسكن الناس احنا نقضي الواقع يعني اذا كان فيه طرقات بكرير او كنانا كنت باش نروح القاسنطين نحكم سبع سوية سبع سوية في الطريق صحيح هي تم الانجاز هذا ولكن ان احنا مش رادينا على التقنية ولا على الاتقان ولا هذا شيء اخر يعني صح كين خطأ كين أخطأ لما نتكلموا على المبالغ التي انفقت في هذه الانجازات فيها كلام يعني مش مكينش خلاص انجازات يقال انه سنة 2016 و2015 كانت سانة انسداد رغم التمرير الدستور رغم كذا كذا الا انه فيه تراشق كبير بين المواليات والمعارضة فيه حتى تساؤلات حول من يصنع القرار بالجزائر لا هو شوف احنا دوكا من يصنع القرار هذا يبقى سؤال ويبقى احنا دوكا نبقى وانتبعه في السؤال هذا من ديره والو احنا نهار 17 افريل 2014 قلنا انتهى الامر احنا بالنسبة لينا كحزب العدل البيان مع اننا كنا ضد ترشح رئيس الجمهورية بسبب صحته يعني مش شيء اخر فقلنا بعدما جاءوا ادى اليمين دو السورية وقالنا يعني هنا الله يسهل يتحمل مسؤوليته وندخل في مرحلة وحدة اخرى اللي هي كيفاش نعاون السلطة هذه باش تقدر وننقضها يعني انتقيدوها انتقيدوها واقيموها واعطيها البدائل بدليل ان كل مرة احنا كحزب العدل البيان مدوا بعض الحلول لقينا باللي السلطة تبناها وهذا شيء جميل احنا فيما يخص هذه المتعاقدين دي كنا تكلمنا معاهم وكان اشياء اللي قلنا اليها لقناها وخيدت بعين الاعتبار بالامس خرجنا او الامس خرجنا بيان وقلنا فيه كما قالت السيدة الوزيرة باللي الناس المتعاقدين هاد وراهم خدموا اغلبهم يعني خدموا بالمعرفة كان لازم نحب دال لو كملت جميلها وقالت كلمة حق وقالت ان الناس اللي خدموا فاتوا على المسابقات في الماضي كانوا بالمعرفة معروف المسابقات على الجزائر كان فيها مسابقات وحبيت نقول ايضا في الكلمة ويريد كنت يعني غطيت الكلمة انتعنا في اضرار قلت ايضا باللي الان لازم ندخلوا في مرحلة اخرى اصلاحية في المنظومة التربوية انه ما لازمش تكون كان رافضين ان الناس تدمج الا عن طريق المسابقات لا بد ان تكون في هذه المسابقات بشفافية وتكون نازيها وتكون اللي يخدم يدي زدنا كلمنا وتأكدنا وقلنا لازم السيدة الوزيرة تفي بوعودها والجهة الواصية وتعطي تعاقد لمن يسعفه الحق لم يسعف الحظ في هذه المسابقات ويحضر نفسه لمسابقات واحدة اخرى ودي لهم تعاقدات يعني باش يدخلوا يخدموا بيبقاش في الشارع اخر سؤال سيمو حسن عمارة تقييمكم سنتين من حكم بودفريق في الاهدى الرابعة شوف انا شوف انا مني في حزب سياسي مني منظل ما دخلت الجامي دخلت حزب سياسي وجامي كنت منخارط في اي لغة انا لبيرال بياتم مع الكلمة شوف التقييم انا اللي من وقتاش جاء الرئيس بودفريقا فهو جده حسن مكاش بسكو انا هاد البلد نعرفها كيفاش كانت ونعرفها كيفاش كيفاش تطورت لان هاد النس اللي راي تهدر هاد راي تهدر برك مع البلاش هاد البلد كيفاش كانت على باله هي السلطة ولا تسيير شؤون الدولة اروا سهل اروا هكذا يعني بالكلام برك كما المشكلة هذا تاع المتعاقدين هاد المشكلة المتعاقدين اللي هدر فيه لابد يكون يعرف المنظومة التربوية كيفاش مركبة يعرف التركيبة البشرية ساعة تاع المنظومة هذه التربوية يعرف الادارة تحكي بيش مركبة ويعرف من اي جيهة وكيفاش خلقت باش يقدر يهدر فيها هذه اللي كان هدروا على المنظومة التربوية هذا يصدر لما نوفر بوليتيك هذي يديروها هذا لأنه كيفاش انتعي انتعي متعاقد رك دير معي عقد كيفاش انتعي تلغي هذا العقد كيفاش جي تحوس تلغي العقد ديجال لهنا أوديبار ديجال رك آوت كيفاش انتعي متعاقد معي راني دير لك عقد لمدة معينة تقول لي لا لا تقول لي أنا العقد هذا ماستعرش به ولازم تدخلني لازم تزيد قانون واحد اخر طعا الوظيف العمومي تزيد تخرقه والدير للإدماج ما معنى هذا معنى هذه الناس اللي يحب الدير للمشاكل لأنه في هذه الفطرة هادية يطوروا لك هذا الاخر ويجيوا يديرو لك انمارش الديماري من جاية سيموس اتويت المعارضة دايما متهمة انها تحاول ركوب اي موجة موجة انخفاض اسعار بيترون احمد ويحي قال ان المعارضة المعارضة تعرس مع اي انتخاف اي انخفاض في اسعار برمين النفط نقطة ثانية المعارضة حاولت الاستثمار في الاحتجاجات هذه على غير الاعتصامات الاسد ذا المتعاقدين يعني تريدون وصول الكرسي الحكم باي طريقة حتى الانتخابات تستعجلونها اولا المشكلة الموشي المعارضة بهذا الحجم التي تصفونها بانها نحن اذا عرضنا نعرض اسلوب التسيير واسلوب المحافظة على الملكية الجماعية لكن لماذا مستويت دايما في عزف منفرد لم تلتحقون لا بالتنسيقية لا باي تكتولات اخرى انا بالمعارضة انا اعرف بالمجموعة المعارضة لو عايتوا الواحد قالوا عندك حقيبة وزرية خلي جمعتوا ويروح لاني انا كنت طالبت منهم ودرت لهم اجتماع على اساس اننا نحارب التزوير ووقعوا معايا وخلوني اذا هذا ما دفع بي اي واحد في ارضية مزا فرنس نيني عايتوا لووزير يرون بانشير هذا انا نشوف فيهم انا ننهضر معاك انا جمعتهم عندي وقعوا معايا وعلى اساس باش نروحوا ندافعوا على اساس اننا يكون هناك انتخاب بيومتري انتخاب عدد الكتروني في نهاية المطاف خلوني وراحوا هذا ما كان خلوني وراحوا داروا لي مشاكل في حزبي النظام دار لي مشاكل في حزبي اذا كيف يمكن ان الذغ من نفس الجح اذا هذا مشكل في الان معارضتنا احنا نعارض اسلوب التسير تسير شؤون الدولة الجزائرية في مالها وفي اقتصادها وفي ترقية انسانها لا يمكن ان نتحدث على المعارضة من اجل المعارضة انا شفت هناك اخضاء وتجاوزات اقتصادية اجتماعية لا محاسبة لا مراقبة لا متابعة اذا انا نعارض نعارض هذا النظام اللي ما يعطيش الحق للهيئة هل انت تعتقد بان بان البرلمان له كلمة هل تعتقد بان البرلمان يمرر يجيب له الحكومة برنامج برنامج ميزانية تيه السنوي يوم يعقبهاش يقع الثم يطرد اذا معنى اتهامة كانش معنى اتهامة كانش معارضة ما كانش سلطة شعب هذا البرلمان اللي رانا نقوله بلي مثل الشعب وتجيب له الحكومة الميزانية انتاحة وتقول له وتقول له وتقول له ما تمررها وما يمررهاش لقد وصبحت يوحل البرلمان يروح للتاقع يروح للسير شكون يحل البرلمان شكون ليه هذرة هادية يعني هذرة هذرة هادية القانون يحلو هذا شكون يحلو القانون القانون يحلو تجي المرة الدراسة اللولة الدراسة التانية يسب سب في هاد البرلمان اكتب البرلمان لي عندك سودي زنتها عندك فيه عندك فيه ممثلين وراك تسب فيه كيه شين سب فيه علش تقعد فيه يوم موك عندك فيه ممثلين وتقول هكذا تبارك انتهدوا وبرك يشتهدوا انتو ما تجي تقول برلمان بهاد الوساطة يعني اذا ما دارش هكذا هذا كلام نحن طالبنا بهذا قلنا اللي مش قابل كما احنا مقابلش هاد البرلمان ننسحب منه واخرجوا منه واخرجوا منه برلمان لو كان ما يديرش هكذا يفوت منه اذا رك تسب في الناس هذا شخص اللي يقول لك اللي حكومة الجزائرية رأي تروح لفرنسا تروح لفرنسا هجونو فرنسا هي اللي راي جاية 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 تطلب جاية تطلب يرجعون احنا فرنسا يعني فرنسا احنا تقدرنا دروك ولا غدوة ولا غير غدوة ولا قبل فرنسا احنا فرينا معها يا لونطن فرنسا هاد فرنسا رمولاد فرنسا ليحاوش يدخلها بكل خطرة تدخل عام تاريخ وبعد ذلك تخرج منتاقها هذا هو الاخر فرنسا ما عندها ما تدير ني ضروك ني في المستقبل ني اير جامي تقدر تدير حاجة لشعب الجزائري كانوا زهاف الجزائري بقاوي حلي ودائما الخط الأحمر موجود فرنسا ما تتجوزوش هاكي نشوف انا موسى تواتي نعرفو مليح مش يقل ما نعرفوش شوفوا انا يهدر هكذا لو يسب في أجيال اللي خدموا في هذه الدولة الجزائرية اللي صبع يجي يقول لك فرنسا رأي يجي ليه هنا ونحن رأنا نعطيه الفرنسا والحكام بتاعنا مد وكلش الفرنسا شيد هادره هادره لو وقت قريب سي محسن عمار كنا نقوله لهنا حتى في الإعلام يرددها أنه من ترضى عليه باريس يكون رئيس جمهورية بيسير هذيك الأشياءات اللي كانوا الجماعين اللي يروجوا لها هل انتهت هذي المعطيات انتهت اليوم انتهت خلاص هذا هو المشكل هذا بس ك بس كالطابور الخامس هذا اللي رم يهدروا عليه هذي لا توجور إكزيستي بس حدا وراح مع هذي التغييرات هذو مخلاص هم رم قاعدين فلسطوان القديمة مازال يهدروا فيها هذي كل أخرى سينو فرنسا فرنسا بالخطرة هذي بودفليقة إلا مية جنو بودفليقة جابها جابها مد يدها فرنسا جابها مد يدها لزير هذي الخرجة هذي التعلافوتو هذي زمعت فرنسا هما اللي داروا منها هذي الهولاجان هذا كامل سينو لو كان جو كانوا ما يهدرواش عليها كامل الصحافة الصحافة اللي رأيت تروز لها أنا أنا قولك حاجة قولك باللي بغض النظر قلت لك على أي شيء اختلفنا فيها واتفقنا فيه مع رئاس الجمهورية لكن يبقى دائما يشهد للمسؤولين الجزائرين هم ربيين وما يديروش أخطاء كما اللي درها هذي الفارس هذا الأحمق هذا يبقى دائما أحمقه وتبقى الجزائر أكبر منه بكثير جميل جميل نذهب قبل أن نختم انتهى وقت البرنامج نشاهد هذا الفيديو للرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولونت في بعض خارجاته هذا هو هولونت وعلى القياسي دنائم أساكي نعم بهلاوان 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 مش عارف حتى يمتل بلاده كون تغطيها هم مجتمع هم يلك أن فرنسا في حياتي روح تلها مرتينة في قرار من الاتحاد الأوروبي أنه من يتحصل على تأشيره لبلد مطالب يذهب إلى البلد هذا كم رحلة أقول هم هم أنا مبكري ما نحبه مش كيزدوا يسبوا الجزائر ومزهان كرهم أكتر يعني بصراحة نعم مبكري هم يسبوا مبكري هم يسبوا يكرو دروسا إذن كان هذا فرنسا والولند في خارجات تعليقكم سي مستواتي أظم هولند بسولوا يدو في الجزائر بإشراف بمرافقة رئيس الجمهورية له بسولوا يدو دونك مهما نعلاو حتى والفضائح نتاعو اللي تصير ما نقدروش ننتقدو بحقد لأنه كان وضع اللي احنا عايشينه كيفاش الرجل الجزائري وكيفاش الرجل قيمة الجزائريين في وطنهم بدل من أننا نقد هذا الكلام هذا الكلام بتاعك رجل الجزائريين هذا الكلام بتاعك هولند بسولوا يدو في الجزائري ما بسولوش بسولوا يدو في الجزائري هذا الكلام هذا الكلام بتاعك انت تمثل الشعب الجزائري انت تمثل شعب الجزائري انت تمثل شعب انت عند الحزب للشعب الجزائري تحترق على الشعب الجزائري كن هو ضرب بذلك الكفة كن هو ضرب كفة بذلك الجزائري محسن أحب وبس أعطاتي بريرات من بعد ومدمع لها حتى الشاب هذك لا يمثل كل جزائري أسمع الصح لما حزب يعضر في هذا الكلام أنا ما خليش جزائري كنت يدى روح نتحكمه كنتما ندير لبوليس يتحكمه ثم كنت حكمه وبالك كنت خليت عليه روح من الحزب التاع من المناظرين مكاش من الحزبي ولد حزبي رجال ولد حزبي رجال رجال آخر واحد راجل على كل اللي تتصور فيه آخر واحد أنت تمثل شعب الجزائري تهدر كما هكذا لأنه هذا لأنه هذاك اللي قدموه له ولد فرنسا في أبريح أولاً أولاً وقب لكل شيء يدير نداء للمسؤولين الجزائري الحاكمين نافدين يديرونا حل معهد فرنسا هذه اللي تهين فينا ما نسحقوش أن الجزائر تعد يقطعوا العلاقات وش نديرو بفرنسا أحنا ألف أشوف الدول العظمى والقوة الدولية راه تتمنى تكون لها علاقات مع الجزائر وتستفيد طبعاً أحنا نسقين في فرنسا هذه خلونا متابور الخامس هذا ريداً لسق في الجزائر إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلق اليوم برنامج قضية ونقاش عطيب المناء وإلى اللقاء